موسيقى كما هو الحال في مناهج كل قسم قد تكون هناك دروس في منهج قسم الاقتصاد يجد الطلاب صعوبة في استيعابها انهم بحاجة الى تكريس المزيد من الوقت لهذه الدروس بالطبع تختلف هذه الصعوبة باختلاف خلفية الطالب ومجال معركته في مجال الاقتصاد لا يوجد درس لا يمكن للطلاب النجاح فيه اذ ارادوا ذلك في هذا الصدد ابواب اعضاء هيئة التدريس لدينا مفتوحة دائما لمساعدة الطلاب في هذه المرحلة نصيحتي للطلاب هي ان يكونوا على تواصل مع اعضاء هيئة التدريس نصيحتي للمرشحين الذين سيختارون قسم الاقتصاد ان يأخذوا الحياة الجامعية على محمل اجد ويزدون من معداتهم اعتمادا على التعليم الذي يتلقونه لان المعرفة بالاقتصاد فقط ليست كافية بالاضافة الى ذلك يعتبر الاقتصاد فرعا من العلوم يرتبط ارتباطا وثيقا بالتخصصات الاخرى سيكون من المفيد للطلاب زيادة معرفتهم العامة من خلال تتقيف انفسهم في مواضيع مثل علم الاجتماع والفلسفة والتاريخ والقانون هناك العديد من الخدمات التي تخدمها جامعتنا للطلاب المحتملين الجدد اولا هناك فرصة العمل بدوام جزئي ومنح دراسية للطعام لطلابنا ومن ناحية اخرى يتم منح طلابنا المحتملين فرصة اختيارية لتحضير اللغة الانجليزية لمدة عام واحد عند التسجيل يوجد في جامعتنا مكتبة جميلة ويتاح للطلاب الوصول الى كل من الكتب المادية والرقمية بليجيك تقع بالقرب من اسكي شهير وبوصة وكوتاهيا وسكاريا ومدن حضارية اخرى وهي من المحافظات ذات الاولوية من قبل الطلاب لا يواجه طلابنا اي صعوبات فيما يتعلق بفرص النقل والاقامة يمكن لكل من السكنات الحكومية والسكنات الخاصة والشقق الفردية تلبية احتياجات الطلاب عندما يختار الطلاب قسمنا سيكون من المفيد لهم اختيار من خلال النظر الى عضاء هيئة التدريس بالقسم وفرص الاقامة وفرص النقل اتمنى التوفيق للطلاب الذين سيدخلون امتحان الجامعة ادعوكم جميعا الى جامعة بليجيك جهي اديبالي في كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في قسم الاقتصاد